وقلنا ان فيه انيميا فيسيولوجية وقلنا ان فيه انيميا مرضية وقلنا الانيميا المرضية سببها انخفاض الحديد لان السيدات الحوامل نفسهم للأكل بتقع مش مفتوحة قوي أكلهم بيبقى مش كويس نسبة الحامض في معدة السيدات الحوامل بتقل بتقلل امتصاص الحديد صحيح؟ ستة كتير هتنزعج من الكلمة اللي قلتها نسبة الحامض بتقل ايه ده انا اول بحمل بقى عندي حموضة ايو ده حاجة تانية احساس السيدة بالحامض بيزيد لكن كميته بتقل فبيقلل من امتصاص الحديد وبالتالي ناخد الأقراص الحديد قلنا دي أسية لكل سيدة حامل ولا يجب انها تقول ان غزاء الوحده كفاية كمان بقى تساعد الكلام ده بالأغذية اللي معروف ان تركيز الحديد فيها عالي ايه الأغذية اللي تركيز الحديد فيها عالي؟ الحقيقة كده نمكن اجملها بصورة سهلة وظريفة اي حاجة سودة او اسمها في اسود او لما بنقطعها بتسود يبقى دي غزائيا تركيز الحديد فيها عالي ناخد كده أمثلة العسل الأسود من أعلى تركيز الحديد الكبدة تركيز الحديد فيها عالي السبانخ طب حاجة كده بنقطعها وتسود التفاح يبقى ده تركيز الحديد فيه عالي الرمان من الحاجات كمان اللي تركيز الحديد فيها عالي لما ناخد الأغذية دي بكثرة ونحرص على تناولها مع الأدوية بتاعة الحديد هيبقى بنحسن من القصة بتاع الأنيميا دي وهل الأنيميا مشكلة للسيدة الحامل؟ أه بتقلل التغذية اللي رايحة للطفل بتقلل وقت الولادة من انقباضات الرحم وتخلي الولادة أطول ويبقى معاها لقدر الله نسبة نزيف أكتر وده يعني مشكلة صعبة قوي هي مجلوبينها قليل عندها أنيميا ويجي لها أكتر نزيف بعد ولادة فيبقى أثر والسلبي أكتر لأن هي بالفعل كان عندها أنيميا وبالتالي لازم نصلح الأنيميا بتاع السيدات الحوامل نمو الطفل قد يتأثر وحجمه داخل الرحم جايزة الستة دي تولد طفل قليل شوية وبالتالي كل ستة عندها أنيميا لازم أصلح الأنيميا دي بشدة أثناء الحمل ولا أسمح لها أنها تروح لوقت الولادة وتكون الأنيميا دي موجودة قلنا الأغذية اللي تحرص كل حامل على أغذها لإنسبة وتركيز الحديد فيها أعلى قلنا كل ستة حامل تحرص على أغذ فيتامين وخاصة الفيتامينات اللي فيها الحديد مشكلة الحديد في الأغذية بتاعته والفيتامينات بتاعته أنه بيحدث إمساك شوية زيادة اللي ده بيبقى بالفعل عرض موجود عند بعض السيدات الحوامل وبالتالي بيقوموا مش حابين قوي أن احنا نزود جرعات الحديد عشان ما يزودش الإمساك بيزود الانتفاخ شوية عند بعض السيدات لكن احنا نقدر نتغلب على الإمساك عند الحوامل بأننا نمارس رياضة مشي بسيط نشرب سوائل كتير ومية كتير ناخد خضار وفكهة طازة كتير يعني نعمل طبق صلطة كل يوم وناخد فكهة طازجة ده حيخلي حركة الأمعاء تزيد لأننا لا يجب اللجوء للملينات اللي كخط دفاع أخير في حالات الإمساك عند السيدات الحوامل أولا عشان ما نعودش القولون بتاعها لأغذ الملينات وكمان لأن أغذ الملينات أثناء الحمل خاصة في الثلاث شهور الأولى ممكن يبقى له بعض المخاطر على استقرار الحمل في حد ذاته وبالتالي كل ست حامل لازم تبقى حريصة على أكل الخضار والفكهة دول فيهم فيتامينات بيمنعوا الإمساك بيحسنوا حركة الأمعاء بتاعها لو عقبك الفيديو ما تنساش تعمل شيرو لايك واشترك في قناةنا على يوتيوب السحة تشانل